السلام عليكم بشتركوا في القناة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين ان شاء الله هنبدأ نكمل فصل الثالث الفصل الرابع اللي هنكون نشغلين فيه طبعا نشغلين في الفصل الثالث نشغلين في أوامر التعامل مع الملفات هنبدأ نتعامل مع آآ الملفات احنا خدنا مرة فكرة الأمر الالي اس واستخدامه هنبدأ ناخد الأوامر التانية وهي أوامر الحسف وواامر يعني مثلا هنخش على أوامر الحسف والنسخ والنقل وهكذا هناخد أمر تش هنطرق الأمر التعامل مع المجلدات دلوقتي خالص لأنه في الفصل الرابع طبعا هنخش في التعامل مع المجلد طبعا هو أوامر عام وكتير فالفصل ده هتطول منه شوي أول حاجة هناخد الأمر التش والأمر التش هو لصناعة ملف فبتحط الملف والامتداد بتاعه ولكن هنسميه مثلا نوت كي دوت تي اكس تي وبعد كده بقول له تش فبعد طبعا بستعرض الملفات اللي عندنا حصل الأمر إيه فبلاقي عندي نوت دوت اكس تي تكونات بكل سهولة طيب عن نوت دوت تي اكس تي عاوزين نحن نحن كمان نفتح الملف نوت دوت اكس تي فيه أمر لقراءة الملف نوت دوت تي اكس تي وده أمر برضو من أومر التعامل مع الملفات هنشوف كده هنقول كات وبعدين تكتب نوت دوت تي اكس تي بتضغط انتر طبعا احنا ما كتبناش فيه حاجة يعني هو فاضي الملف ده فاضي هنعمل ايه في الملف ده بكل سهولة وبكل وضوح انت هتفتح الملف ده بكات حلو وبعد كده تعمل كده وبعد انت كده على الملف اللي هو نوت دوت تي اكس تي بتكتب نوت دوت دوت تي اكس تي توقع انتر وبعد كده تكتب اللي انت عاوز تكتبه في الملف ولكن مثلا هكتب my name او مكتب هكتب مثلا اسم الواقع بتاعي مثلا عبدالله سام ضوت اي بي وصيغو قوت كوم اوكي وبعد كده بغض انتر وبعد كده بتعمل على كنترول بي وبعد كده بيقفل يعني تضع على كنترول دي وتقفل بيقفل الملف عاوزين بقى نعمل وبعد كده نقرأ الملف تاني نعمل كات كات قداش إن عشان يرتب لك الملف بالعرقم وتقفل من نوت ضوت تي اكس تي وتضغط انتر فبقال لك ان فيه سطر واحد بس المكتوب والفيه مكتوب فيه المقعب بتاعي جميع فيه اه امر تاني وهو امر للاضافة هو امر طبع لو انا استخدمت لوجيته اقرر الامر ده تاني ماشي وكتبت كات وعملت الامر ده كده وكتبت نوت ضوت تي اكس تي ماشي وده غط انتر هيمسح القديم ويخليك تكتب جديد يعني مثلا تغط انتر هكتب مثلا ايه ماي نيم از عبدالله كي وده غط انتر وبعد كده كنترول دي وبعدنا عملت كليور وبعدنا نقلط له كات داش ان ماشي داش ان وبعدنا نقلط نوت ضوت تي اكس تي ضغط انتر لقينا بس لو ماينيم اس عبدالله طبعا نعوز اضيف عليه يعني ما مسحوش واضيف عليه بسيطة تعمل كات ماشي ويساهمين وراء بعض وبعدنا نتحط نوت دوت تي اكس تي وبعدنا نتضغط انتر وبعد كده تضيف عليه مثلا ماينيم اس عبدالله اقول مسلا اي 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 لاف لينيكس كمسلا سيس تم اوكي وبعد اضغط انتر وبعدنا كنترول دي وسيبعمل كليور وبعد اضغط كات داش ان وحط نوت ضوت تي اكس تي واضغط انتر اللي انت عندك سطرين ماينيم اس عبدالله و اي لاف لينيكس سيستم ازاي ما هاتفقنا اا عرفنا دلوقتي ازاي نتعامل مع الكات واوامر القراءة لملفات المصية طيب نروح على امر تاني بعد الكات في عندنا دابيو سي وهو اللي بيعدي ملفاتي انا مسلا نكتب دابيو سي وام حاطط اا اسم الملف اللي عندنا اللي هو نوت نوت دوت اا تي اكس تي وتغطي انتر فقال لي ان هو عندك اتنين وتمانية واربعين نوت ديكس تي يعني بيعدي لك عدد الحروف عندك سطرين عندك سطرين وتمن كلمات واربعين حرف بيرتبهم لك سطرين وتمن كلمات اربعين اي حرف حرف ده طبعا عندك خيارات بقى ليه اا عندك في الكتاب انك اا اا عاوز تعرف مسلا اا اا عدد الحروف فقط يبدأش قل لي مسلا اا عاوز كفزان عندك في الكتاب زي ما انت فعنا هنا كده ولا جدا نشوفنا الكتاب هتلاقي فيه تعامل مع الملف في الكات فوق هنا كده هتشوف لك ايه ان انت هتقدر تستخدم وغيره حتى في عندك امرك الدف ده مقارنة من ملفين ومساطرين في عندك ملفين كتير وعندك اوامر اتان زد جرب وغيره هانش راح تجرب دلوقتي وزد جرب وعندك امر الهد اللي بيجيب لك اا 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 عندي من ادلدPE مسلا بالك الاستخدام وطبعا بيستخدم على طول واسم الملف وتعرف جميع المعلومات آآ عندك الجرب وده الامر اللي نستخدمه بعد كده اللي هو الجرب ده بيدور في ملف نصي على الكلمة دي ماشي يعني مثلا هكتب في الجرب هنستخدم برضو جرب ماشي واكتب مثلا آآ آآ اسم الكلمة وليكم مثلا ماي وهمتكتب مثلا النوت اللي هنا عملناها تي اكس تي وضغط انتر قال لي ماي نيمز عبدالله وحددها لي بالأحمر حددها لي بالأحمر اوكي طيب جرب ماشي وضغط داش في اوكي وكتبت مثلا ماي اوكي وكتبت نوت دوت تي اكس تي غط انتر جاب لي السطر اللي ما فوش ماي يعني في السطر اللي ما فوش ماي طيب جرب داش ال وكتبت ماي وكتبت نوت دوت دوت تي اكس تي ضغط انتر زي ما احنا شايفين حدد دوت تي اكس تي يعني الملف اللي موجود فيه ماي موجود فيه دوت اي دي تي اكس تي ماشي طيب ساقنا نشوف الجرب عندك الفيزة ما اتفقنا وجرب في عندك جرب ان انت تشوف السطور يعني بطول جرب جرب ايه داش ان طبعا ناخد لازمة لازمة تاخد مسافة داش ان وبعد تكتب ماي وبعد تكتب نوت وبعد تكتب دوت تي اكس تي بتطل انتر جاب لك سطر واحد ولا مكتوب فيه كذا وهكذا يبقى داش ان عشان تعرف على الصطور داش ال عشان تعرف الملف اللي موجود في كلمة ماي وبعد عندك داش في عشان تعرف الملفات اللي مش موجود فيها الكلمة اللي انت اعوزك ولك العرض عدد الاسطور طبعا كاونت داش سياني فعاوز عدد الاسطور وان عرض اسم الملفات فقط اسمع الملفات فبتحط داش ال زي ما احنا اتفقنا يمكننا عملنا هذا الوقت هو داشقل يعني داشقل اسمع ملف عشان كده قلتلك داشقل اسم الملف وقت كيل ادلكم مثلا نجريب كي داش سي عدلي مثلا كلمة اللي فاها ماي ماي ويبقى نوت دوت تي اكس تي كتبت انتر فقاللك قصصت الواحد بس طبق طوله مثلا نجريب كي داش سي عدلي فئة روت ماشي يعني موجود فئة هقول له مثلا روت كلمة روت ماشي ملفات النصية كلها ماشلا في الروت يعني في الروت بس مالسي بقى يعني هتقول له مثلا داش اا اا ادللي مثلا ملفات النصية عندك مثلا مدخلية مثلا زي ما كنا عملنا كده ما نشوف آآ روت نكتب كلمة روت نبحث عليها في الروت ونبقى انتر الا صفر مفيش اي كلمة روت موجودة في المصار ده طبق طوله داش سي وبعدين انطله آآ داش اي لمسلا ال وبعدين اسم اسماء الملفات اللي اي جاء تحتوي على الروت وانت جاي خاطط هنا كده انطل انتر قال لي ما فيش جرب داش اي لما فيش ملفات تحتوي على اسم ايه الروت من الاخر كده عندك الكتاب وعندك كل طبعا نعرفنا ان الجرب بتبحث داخل الايه داخل الملفات المصية وداخل الملفات او المجلدات عندك جرب وعلمة التمانية ديت اللي هي العزانة ديت اللي هي بتبحث ايه تبدأ كلمة بتبدأ الكلمة بكزا وعندك اللي هي علمة دولار ساين بتبدأ بتنتهي الكلمة بكزا اوكي اوكي بتحاول تبحث في الملفات المضغوطة بازن الله يعني هنشرحها لما يجي نشرح الملفات المضغوطة عشان نضغط ونبحث فاها بنفس الوقت عشان ما ناخدش وقت يعني عندك بساطر الامر ديف المقارنة بين ملفين سطر وسطر طبعا بتحط ديف ماشي اه حتى انا ما يدينا باختفاء لك ديف وتحط اسم ملف الاول ويقارن ما بينهم الملفين ماشي يعني مثلا لو عملنا هنا بنعمل ماشي ومسلا ننطوش بننفذ بردوش في بعض الاوامر ونكتب مسلا نوت تو دوت تي اكس تي وبعد نعمل نكتب في حاجة كات مسلا ونحط مسلا ماي نيم از ابدال طبعا هنكتب طبعا نسين نحط الناكات ونكتب نوت دوت تي اكس تي وبعد نحط الوطامة ماي نيم از ابضال الله اوكي مايصلا اي لاف لينيكس سستم 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 اوكي وبعد نكترول دي وبعد نكتب كات نوت نوت طبعا نازم تاخد مسافة نوت دوت تو دوت تي اكس تي ونخش عليه واكتب ماي نيم از ابضالة لا اوكي ونكتب مسلا ماي نيم از الي اوكي مثلا وكنترول دي اوكي نعمل كلير وهنحط الامر ديف ماشي واسم الوغرفة نكتب نوت دوت تي اكس تي وبعدين نوت تو دوت تي اكس تي ونضغط انتر فيقارن ما بين الاتنين قالك ان اي لاف لينيكس ملف الاول ماي اا نيم از ابضالة واي لاف لينيكس ملف التاني يقولك ماي نيم از الي بيعمل لك انقرنا ما بين الملفين ماشي الوغرفة ماشي بعد كده نروحنا للامر تعمل مع المجلدات ماشي ميك دير والانشاء اقصى بمجلد ميك دير شرطة اا بي وفي بي وكذا طيب هنبدأ ان نخش على ازاي نعمل مجلد جميل جميل وعندك التري انك تعرض الملفات بطريقة الشجرية وحنا نسينا نحطها في ملف بتاع السي دي ماشي وعندك عامل الناسخ طبعا اا ده هياخد برضو قد طويل والار ام والحسف يبقى ناخد النهاردة هنقف عند اا تكوين مجلد ازاي نعمل مجلد اوكي يبقى تري ازاي نعمل مجلد طبعا خش نعمل ايه هنعمل كلير طبعا في خطأ لان اا سبات لقيا طيب نشوف نستنى شوية كلير 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 طبعا هيستوعب طبعا اي خطأ اي غلط في اي حرف بيحولك على طول يديك ايه يقول لك ان الامر ده غلط يعني يقول لك ان الامر ده غلط شوف ايها باسترابي وتقوم نكلير على طول وبعد كده تعمل اي بقى هعمل مسلا ميك دير اعمل لي دايركتوري ولا يكون اسمه مسلا عبدالله وبعدنا بطرق الاس هلاقي فعلا دايركتوري فيه دايركتوري اسمه عبدالله نخش عليه نكتب ابدال لا وبعدنا ال ال اس مفيوش اي حاجة فاضي اا تعالى نشوف احنا عاوزين نمسح الدييركتوري وانا اخد ايها المسح والنسخ برضو بمرة نعمل سي دي دوت وبعدنا نعمل عاوزين نمسح عبدالله هنقول ار ام ار ام شرط ار عشان نمسح الملف باللي فيه عبدالله اوكي انتر فلا ايه مسحه اللي عاملنا ال ال اس مش موجود تعالى نعمل اا عاوزين نمسح مسلا نوت فتقول ار ام من غير شرط ار وتكتب نوت مسلا دوت تي اكس تي فمسحها ماشي بتحط ار ام ومصاري الملف لو كان مجلد بتحط شرط ار عشان يمسح المجلد باللي فيه اا ادي او امر المسح طعا انا مسلا مسلا ننسخ النوت دوت او ديت فتعمل مسلا سي بي اسم النسخ وبعدين يعني انسخ وبعدين تاخد نوت ماشي دوت نوت تو دوت تي اكس تي اوكي انسخ خالي هتعطي لي فان فيه الروت وبعدين الدسك طوب ونشوف ازا كان حطا في الدسك طوب ولا لا نشوف هنا في الدسك طوب او جاء تعيه في الدسك طوب ماشي نعمل كده عملنا امر النسخ بيتحد بتاخد سي بي اسم ملف اللي انت عاوست تنسخه المصاري اللي انت عاوست وديه عليهم وهكذا الام في برضو يعني اام في ماشي عاوز مثلا اعمل اام في ليه الروت ماشي اللي عندك الدسك طوب ليه الملف الاسمه نوت دوت تو دوت تي اكس تي وارجعه مكانه تاني في الروت روت وانتر وهناقول له cd وهناقول له ls هلاقيه رجع مكانه تاني رجع مكانه تاني جميل جميل اجل mv خدنا mv وخدنا rm وخدنا cb جميل جميل نعمل clear في عندك بقى ان انت تنسخ جميع الملفات فتقول مسلا cb تنسخ لجميع الملفات اللي هي علامة اللي احنا تفعلنا عليها في بعض الدروس علامة وتحط الامتداد بتاعك مثلا تقول txt ولا 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 وتنسخ خالي مثلا في مصار معين ماشي وتحدد المصاري جميل جميل طيب بعد كده عندنا اللي هو تنشي اكتر مجالة في الفرع معين يعني مثلا هقول له make directory dash b عشان تكتب اكتر مجلد ولكم مسلا هكتب عبدالله عبدالله ماشي جوه مجلد تاني اسمه عليه جوه مجلد تاني اسمه my name وقومت جاية ضغط enter الاخرى فاللاقي عمله فنقول لس هتلاقي عندك عبدالله وقومت له cd اب ضغط enter عليه وتقومت لس هتلاقي فيه علي قومت له cd علي هقول لك ضغط هلاقي قومت له ls هيجي لك اللي هو my name وقومت له cd my name هيدخل شركة my name ls مش هلاقي في حاجة وهي كزا و clear عاوزني نمسح ملف طبعا تميل clear طبعا clear تمسح ملف ده ملفد كلها فتقول له cd وبعد تحط هكزا و cd برضو هكزا عشان تراح دمعك على طول تقوم عامل cd والعلم اتفاقين عليها وتخش على دخلك في الده لكتر عطول 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 رم شرطة r الو ملف اسمه عبدالله عطول هيهزفه clear وهكزا وباذن الله كده عملنا اوامر النسخ واوامر الحسف وهو اوامر النقل اللي هو mv آآ طبعا هتلاقي عندك برضو في الكتاب نروح على الامر tri الامر tri بيعرض للملفات بشكل شجري يعني مسلا هقول سي مسلا tri tri يعرض لي مسلا الروت الدسك طوب الاس فاعرضونا بشكل شجري طيب انا شايفية كده المجلد واللي جواه المجلد واللي جواه المجلد واللي جواه بشكل شجري جميل ما احنا شايفية اوكي اوكي طيب على دول بشكل شجري طيب ماشي. آآ خلاص احنا كده انتهينا من معظم طبعا جلنا بقى اوامر النسخ خدناها اوامر ده اللي هو المسخ. وخدنا طبعا بقى في عندك خيارات يعني مسلا عندك اي 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 ار ام شرطة اي بيسألك عاوز تمسح ولا اي 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 ار ام شرطة اف فورس يعني تيكبر تيكبره من غير ما يمسعك فورس يعني تمسح مرة واحدة او ار ام العادي لها انتفقنا عليه. اوكي مش ار ام شرطة ار عشان تمسع معرفة باللي فيه زي ما انتفقنا او. عندك الامر سي بي. زي ما انتفقنا سي بي سي بي شرطة اف برضو زي ايه فورس تكبره. و سي بي دارت شرطة اي برضو عشان يسألك ازا عاوز تنسخ ولا لا بيسألك انا كوتش انا تقول له يسأل له. آآ نشوف ملفة عندك بقى اللوة في ار يعني مسلا نسخ مولد اسمه كزا من مصار كزا الى مصار معين. ولكن مع ازهار عمائية الناس خاني اقول لك انه هو نسخ اي يعني ببقى تقول له بيو يعني اختصار ل vi. vi وار يعني ار يعني كله يعني كل العمالات فازهر لكل العمالات اللي انت بتعملك. وغالبا بتعمل سي بي وخلاص طامن عندك بقى سي بي. وفلو وسومة يعني بتنسخ اكتر ملفة مع بعض. قال لك في بي كزا في مصار كزا وهكزا. بس ممكن تغير اسمه يعني تبدوه لي كزا وغيره لي باسم مصار كزا. تغير اسمه يعني. وين برضو سي بي انسخ للملف الاسمه كزا. وغير لي اسمه كزا. بقى كزا. وجدنا على الامر نفس الشغل بتاعهم بالزبط ما يفرقش عنهم اي حاجة ونفس الخيارات. طبع عندك الكتاب وطبق. انا طبقت لك بس ان اصلا ان كنتش عارس اصرح الاوامر دي لانها اوامر عامة. سهلة جدا انك تطبقها على انظمة الاوامر الصعبة اللي ممكن ما تدرش تطبقها بسهولة هي اوامر اضافة المستخدمين وحسب المستخدمين وغيره. اوامر الضغط والارشفة لان فيها صعوبة شوية. لو انت ما طبقتش عالها قبل كده ممكن يحصل معك مشاكل. وتحس ان انت مش هفتطبق عليها في اوامر الترمينال. وعندك الناس اخونا اللي بيستخدم علامة زي ما احنا فانا قلنا اا سي بي داش ار. انسخ لكل اللي موجود في اي مجلد. ماشي. في المجلد بالكامل. اي نجمة يعني لكل المجلد اللي موجود في المجلد كله. وعندك ان في برضو اللي موجود في موجود في المجلد كله. وعندك الامر ان طبعا دخلنا على الرابط هو ده الرابط الليانة والرابط الصلب الرابط الليانة اللي هو الشرط قط الشرط ايه قط وليكن هدخل مسلا cd على بن تست ماشي وتقول له مسلا cd بن تست وقال له الاس وادخل مسلا على ال backdoor مسلا back doors طبعا دخلت على ما عملت cd cd back doors اوكي بعد نقطة الاس فجاب لي فانا عوز انسخ اعمل مسلا شرط قط الملف الاسم واب اوكي بسيطة قط فبقول له ايه بقول له اختصار للينك اللي هو ايه لن بتحط لن 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 ازاي نقول له لن شرطة اي زي ما انتفعنا كده اللي هو ملف الاسمه ويب جميل هتحطه على المصار الاسمه root اللي هو disk disk ايه top وتضعط enter تعمل كده فقاللك ان لن اللي هو ويب ده همم hard link not allowed for directory يعني مش مسموح اللي هو يتحط في ايه في كالترانة مصلا لن ونعمل مثلا copy ونعم حاطيني نزب past ماشي وبعد نشوف كده نعمل مثلا root وبعدين desktop وبعدنا مثلا ايه one مثلا وضع one وضع enter اللي لك ما ينفعش لان web اصلا ملف طب نعمل cd مثلا web اللي استنا عاوزين ملف نعمل له هارد link طيب خلينا نروح مثلا علcd ماشي اااااااااااااا نروح علي مثلا web shells web shells اللي هو ملفات اللي هي الweb وتخلنا عليها فعندنا هنا ايه اللي هو readme.txt عاوزين نستخدد من إن يعمل لها shorty cut فتقول له ايه تقول له l n مسلا dash i لازم dash i بتاعتك ريد مي دوت تي اكس تي ودخطها على الروت ديس كتوب وتعمل كده وتضع انتر عمل لنا اهو ريد مي دوت تي اكس تي اهي زهرت يبقى عمل لنا ملف لو مسحت دي مش هتقصر على الجوه وهي كسب زي الشرطة قطلة عندك في الويندوز كده وبكده احنا عنهينا الفصل انا عارف لنا صرحت بصرعة شوية لكن انا حاولت ان انا اكاروت الفصل ده شوية لانه سهل انك تتعامل معه سهل جدا والشرح فيه موسط وسهل جدا في كتاب ساحمد السيد وساحمد بصراحة شرح الكتاب او مهندس احمد السيد شرح الكتاب بطريقة روعة جدا تقدر تستخدمها وتطبق عليها على طول على نظام لكن انا بشرح استخدمت الكتاب كمار جعلية في دراسة الكوماند لاين فحبيت لنا اه حبيت لنتو تستفيدوا وفي نفس الوقت لاني انا بقالي مدة طويلة بذكر من الكتاب وبذكر من الكتب تانية في انظمة لينكس كوماند لاين وغيره فعارف ايه المشكلة اللي ممكن تقابلك في اول مرة تطبق من مذاكرتك لبعض الكتب في انظمة لينكس فاتقابلك مشاكل فانت ما 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 شفتش فيديوهات كتير وما راجعتش على كتير لانك مبتدئ مسلا في انظمة لينكس فعندك الكتاب وعندك الشرح الفيديو هشرح الحاجات الصعبة اللي ممكن تقابلك فيها مشاكل والحاجات السهلة هحاول لنا اخدها بسرعة كده وكده خلصنا الفصل التالت وكان بالنسبة لي فصل سهل جدا وهيبقى بالنسبة لي فصل سهل جدا لاني الشرح المبسط في اي كتب وفي اي نظام هتلاقيه سهل لنا اوامر اساسيات اصلا بعدك انا هنتجه لاوامر الارشفة واوامر اه اضافة المستخدمين وغيرهم وبعد كده هنترق الاوامر الخاصة بتقسيم الهارد وهنتجه للدروس الثانية لتقسيم الهارد اثناء عملية التصديب لنظمة لينكس وبكده يكون خلصنا دهس بتاعنا وكان معكم عبدالله حسام السكري وصنبري مواقع عبدالله حسام.ابكا.com